أكدت وزارة الإسكان أن خدمة منح المستفدين لقسائم سكانية بدلا عن وحدات ليست مبادلة جديدة بل هي خدمة معتمدة مسبقا ومستمرة طبقا للنصوص القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان حيث تعمل الوزارة على التواصل مع ذوي الطلبات القديمة من أجل منحهم خيار الحصول على قسائم سكانية كغيرها من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة وذلك في حال رغبتهم أو الاستمرار في طلب الحصول على وحدة سكانية وذلك بالنظر إلى مستوى الدخل وقدرتهم على بناء القسائم السكانية وهو إجراء نوتني مستمر وخيار يطرح على قوائم الانتظار القديمة بحيث لا يجبرون عليه إطلاقا أكدت وزارة الإسكان أن توفير الحلول الإسكانية الفورية يأتي في مقدمة خطتها خلال المرحلة الحالية تنفيذا لرؤى وتوجهة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتسريع وطيرة الإنجاز وتقليص قوائم الانتظار وتحديدا من أصحاب الطلبات القديمة كما أكدت الوزارة أن المستفدين الذين تم التواصل معهم تعودوا الطلبات الإسكانية الخاصة بهم للعام 2001 و2002 حيث ترغب الوزارة في ملحهم الحلول الإسكانية الأسرع والتي تتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في حال رغبتهم في التحويل أو الاستمرار في طلبهم الإسكاني بحيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من قبل الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير